مساء الجمال مبروك لجمهير نادي الزمالك الفوز الصعب على نادي الإسماعيلي الإسماعيلي بصراحة كان لا يستحق الهزيمة ساسي أنقذ نادي الزمالك النهاردة بالهدف الزمالك أداء بارد في جو بارد بتشيكوا بداية تشكيل بلا أنياب تشكيل غريب جدا الإسماعيلي أدى مباراة قويسة قبل ما أكلمكم في المباراة يريد تعمل لايك انزل دلوقتي اعمل لايك عشان الفيديو يستمر ولو ما شرفتنيش باشتراكك اشترك في القناة زي ما قلتلك الإسماعيلي النهاردة الشيط أول كان أفضل من زمالك أبو جبل بعيد عن مستوى مش عارف ليه الهدف طالع بره مرمى من فض الجون القرى اللي بوقفها برجله في الشيط الأولاني دي جون برضو 100% الشامي ضيحها الإسماعيلي عنده مشكلة كبيرة في اختيارات اللعبة من بداية الموسم الإدارة بقى والصمصرة والوقلة واضح ان الإسماعيلي المدرب ده مدرب كويس موقف العيبة النهاردة كويس قوي في الملعب لكن لما أقف كويس في الملعب هاخد الكورة لما هاخد الكورة الموهبة بقى عليها عامل والإيجابية بتاعته زي ساسي كان الراجل قاعد على الدكة لما نزل شاط كورة صح تصويبة صح جاب 3 بنت للزمالك الإسماعيلي عايز نوعية العيبة ومدرب ده واضحة ليه البوسني ده واضحة ليه هو كويس بس عايز نوعية العيبة إيه الأفارقة اللي موجودين ده والأفريكي اللي وراء والأفريكي شلونجو ده اللي قدام لا 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 الإسماعيلي عايز نوعية العيبة تقدر تطلعه من المكانة اللي هو فيها ده لكن المدرب مش وحش الزمالك بداية تشكيل لما يكون عندي بن شاركي وساسي واعيدهم عددك يا جنبي يبقى أنت راجل بتهرك باتشيكو يبقى أنت راجل مش عايز تكسب إزاي مش فاهم مش فاهم ده أنت تلعب بن شاركي وساسي وتركب عليهم الفرقة يعني تخلي ساسي مثلا يبقى هو البليميكر وتخلي الطريق حامد زي ما كنت بتعمل الطريق حامد ده هو اللي يدفع له ويبقى مركز معاه وممكن تحط إمام كمان تحته يبقى تخلي ساسي عده الحرية زي ما عمل النهاردة في الهدف من عد 18 ويسجل باتشيكو يعني محظوظ النهاردة الزمالك لتالت مباراة أسوان معرفش يكسب المحلة غلب النهاردة الإسماعيلي كان يعني لولا تصويبت ساسي في المقص كان ممكن تيجي في القائمة أو تطلع برة كان فاضل دقيقتين والحكم يصفر مبروك قلنا النادي الزمالك وأنا حابب أن الزمالك يكسب والأهل يكسب عشان يفضل الموسم ليه طعم وليه شكل الزمالك لو بيعد وبعد نفسه بقى هزم زي المحلة وتعادوا الأسوان والنهاردة كان ممكن يتعادل أو يتغلب خلاص الدوري مش هبقى ليه أي طعم الإسماعيلي زي ما قلت لكم السبعتاشر في الجدول القبل الأخير بمستوى أو ما عندهمش مواهب آه وقفين صح النهاردة بس بياخدوا الكرة يدوها للزمالك نجوم المباراة قبل ما قول نجوم المباراة النهاردة عايزك تعمل لايك معلش احنا لسه في بداية القناة بتاعتنا عايزين القناة تنتشر عشان ايه نستمر معاك ساسي طبعا ده ساسي لعب حبة صغيرة في الشوت التاني أيوة ما هيكون لعب بتصويبة يفرق في المطش كله يقلب المطش كله بتصويبة واحدة جابت ثلاثة بنت لفوزي حارس المرمى ممتاز الإسماعيلي شكر نجيب الهدف بتاعه جميل وهو أداؤه شيك كده وفي روعة وإيجابي مع الإسماعيلي بس زي ما قلت لكم الإسماعيلي محتاج لعيبة كويسة اه مدرب النهاردة كويس بس اللعيبة اللي في الملعب مش كويسين قلتلك قبل كده ان الجزيرة صفقة رائعة وممتازة واضح النهاردة ان فرود حقيقي بس اللي كانوا جنبي زيزو ما جايش النهاردة أوباما ما جايش جاي في الهدف بس ورجع تاني روح اه امام عشور مش موجود خالص اه باتشيكو بيظلم النجوم اللي عنده ما ينفعش يبقى زيزو بالمستوى ده مطشات كتير أو رابع وبنشاركي يقعد لتالت مطشة عالتوالي أو رابع مطش وساسي كمان يعود ما ينفعش امام عشور قلتلك طاقة حلوة ولعيب كويس جدا لكن ما ينفعش يبقى موجود ساسي ويلعب امام عشور وحتى للأسف شيكابالا انا بحبه جدا بس شيكابالا ليه نصف ساعة في الاخر او ربع ساعة في الاخر مالوش ان يبدأ مباراة باتشيكو كان لغبة التشكيل بدالين ان الاسماعيلي كان متحكف لمبارشة الاولاني اه شكرا واعمل لايك للفيديو واشترك في القناة شكرا